يا مساء الوارد حبيباتي اليوم رح أسولكم سمك السلمون سمك السلمون طريقة كلش سهلة وسريعة بس بالسلصة التايلندية سمك السلمون هي عبارة عن سلمون قطعتين أو ممكن الكمية اللي تحبوها حطيت معها ليمون شرايح الليمون وحطيت معها عيدان البصل الأخضر وحطيت فيها صلصة صلصة الحلوة والحارة التايلندية وصلصة الصاية مع الزنجبيل والثوم حطيتهم مع بعض هنا حطيت شوفوا استخدمت الزيت السمسم يعني ما استخدمت الزيت ثاني لأنه صحي أكثر وحطيت فيه الزنجبيل والصاية صوص والثوم وهنا حطيت على طبعا هيا رح أسوي صوص كمية الصوص اللي رح أحطها فوق السمك والسمك شوحت تشويحة خفيفة يعني نص سواية يعني مش كاملة وحطيت فيه المواد كلها هذي زيت السمسم والصاية والصوص الحلو السويت الصوص والحار وهنا حطيت الكزبرة شوية وحطيت عيدان قطعتها عيدان البصل وحمسة خفيفة شوحتها وحطيت فيه شرائح الليمون هذا الصوص روعة يعني لذيذ بشكل فوق السمك طبعا هذا شوحته رح أحطه فوق السمك ورح أحطه بالفرن أحطه بالفرن حوالي 6 دقائق 7 دقائق مجرد ما ياخذ من نكهة الصوص ويتحمر اللي بداخله يعني ينطبخ وهذه الطريقة كلش حلوة أتمنى تجربوها وهنا حطيتها بالفرن حوالي 6-7 دقائق حتى يتشوح وخلاص طبعا ما ياخذ وقت طويل شوفوا شلون شكله والتشويحة مالتها حلوة حطيتها في الصحن وأتمنى تجربوها طبعا فالشيء يعني ما تندمون إذا جربتوه بهذه النكهة التايلندية عجيبة وهنا حطيتها طبعا وطبعا الصوص ما نرمي نحطه دائما فوق السمك السلمون وفاتشيء حلو أتمنى تجربوه وشوفوا الصوص ونكهة الصوص يتقدم وعلينا وعليكم بألف ومليون عافية وطبعا أتمنى يعني أتمنى تسويه بنفس طريقتي كلش حلوة والتغيير حلو يعني دائما هو شغلة بسيطة بس كلش كلش إلها طعم حلو وعلينا وعليكم بألف عافية وأتمنى يعجبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر